أمال حيدر العبادي بالحصول على 100 مليار دولار من مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت يبدو أنها لن تتحقق وهذا معكسته الكثير من الوقائع مؤخرا فالناطق السابق باسم الحكومة في بغداد علي الدباغ أكد أن العراق لن يحصل على المبلغ الذي طلب به العبادي في مؤتمر دافوس وأنه سيحصل في أحسن الأحوال على 10 مليارات دولار في مؤتمر المانحين كما لن يكون للحكومة في بغداد أي دور في الإشراف على صرف هذه الأموال في عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة العراق ما راح يكون إلى دورا الحكومة العراقية ما راح يكون إلى دور في الإشراف والصرف لأن الفلوس مو بيديها الفلوس راح تكون بالأمور المتحدة ومنظماتها اللي راح تشرف وبعض منظمات المجتمع الدول اللي راح تختارها الدول وليس بعيدا عن وقاع الفشل التي تحيط بآمال الحصول على أموال كثيرة من المانحين الدوليين تحدثت الكثير من وسائل الإعلام عن تردد الكثير من الدول المشاركة في مؤتمر المانحين في تقديم الدعم لإعادة إعمار المدن العراقية المدمرة نتيجة الخشية من وقوع هذا الدعم في يد حيتان الفساد المنتشرة في العراق وسائل الإعلام تحدثت كذلك عن الموقف الأمريكي السلبي من دعم العراق في مؤتمر المانحين حيث ربطت أمريكا حثها المجتمع الدولي على تقديم المساعدات للعراق بإنهاء الحكومة في بغدادة الأزمة مع أربيل كما تناولت الوسائل شرط إقرار بغدادة للموازنة سبيلا للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لإعمار العراق تسريبات إعلامية بيّنت أن ثمانية مشاريع فقط من المشاريع الثمانية والثلاثين التي سيقدمها العبادي لمؤتمر المانحين ستكون في المحافظات المدمرة فيما ستركز المشاريع الأخرى على زيادة الإيرادات النفطية ودعم قطاع السياحة في الجنوب كما أن المشاريع الثمانية ستكون لتأهيل البنية التحتية للقطاع الأمني في هذه المحافظات وليست لخدمة المواطن وهذا ما رأى فيه مراقبون ومحللون إنعكاساً لأسباب الفشل الكبير القادم في مؤتمر الكوي